السلام عليكم عادة ما نستقبل في حساباتنا على الواتساب رسائل بالغة الأهمية من من يقوده اجتهاده إلى الاحتفاظ بها عبر إدراجها في المفضلة ولكن صدقوني رسائل من هذا النوع لا يحتفظ بها بهذا الشكل فكيف السبيل إلى تخزينها حيث لا تضيع تابعوا معي بعد قليل مع الطريقة في النظامين iOS والاندرويد إذن أدخل الواتساب هذه رسالة على سبيل المثال في محادثة للتجريب مع حساب الآخر إذن أضغط ضغطة مطولة على الرسالة المراد حفظها في مكان آمن والرجوع إليها كما كان جهازي يعني بغض نظر على الجهاز ونظام تشغيل خاص به هواتف حواسيب لوحيات إلى غير ذلك بعد الضغط عليها لمدة طويلة نوع ما نضغط تحويل أو ترونسفيري أنا الآن في نظام iOS لن أحولها ولكن إلى جانب زر التحويل نجد في الجهة الأخرى زر المشاركة أضغط عليه لتظهر نافذة المشاركة المعروفة في iOS والأخطر ما أريد بالنسبة لي أخزنها في سحابة جوجل جوجل درايف ضمن مجلد يمكنكم تسميته بالاسم الذي يحلو لكم صوتيات أو رسائل مهمة إلى غير ذلك إذن وبالضغط على الجوجل درايف يفتح الحساب ها هي الرسالة في الأعلى ما عليك سوى الضغط على حفظ ويتم حفظها بهذا الشكل أما في نظام الأندرويد فالأمر مشابه للأيوست قريبا ولكن لا بأس من المزيد من التوضيح أضغط على الرسالة المراد حفظها في مكان آمين وهي رسالة في نفس المحادثة ولكن من الطرف الآخر أضغط عليها ضغطة مطولة يتغير لونها كما تلاحظون الأخضر ثم أضغط في الأعلى على الثلاث نقاط وأختار الخيار الأول اللي هو Share تظهر نافذة المشاركة أفضل جوجل درايف أضغط على جوجل درايف لاحظوا أعيد تسمية الرسالة إن أردت أختار حساب إن كان لدي مجموعة من الحسابات وأضغط في الأسفل على On Registry حفظ وتسجل الرسالة في سحابة جوجل لكم أن تسجلوها في أمكان أخرى كسحابة مايكروسوفت أو دروب بوكس أو غير ذلك من الأماكن أعود فأكرر المكان الآمن لحفظ الرسائل الصوتية للواتساب وغيره هو السحابة لأنني في من أعرف على الأقل وناس ضيعوا رسائل جد همة لأنهم كانوا يحفظونها إما بجعلها في المفضلة في الواتساب أو إبقائها في المحادثة أو في الهاتف أو في بطاقة تخزين ولكن كل هذه الطرق لا أنصح باستخدامها في حفظ رسائل مهمة كهذه ترجمة نانسي قنقر